نحن الهواء دكتورة مرحبا بكم من خلال برنامجكم برنامج مساء الخير كويت نتواصل معكم وضيوف مختلفين في هذا البرنامج وزاوية حوارية أخرى مع الدكتورة ألسون كوشكي دكتورة بالجامعة الأمريكية أنا وسلم فيك دكتورة وأيضا أخونا عبدالله فيصل بستكي مخرج وكاتب مسرحي رئيس كروب فانتازي للتمثيل في الجامعة الأمريكية حلو فيك حبيبي طبعا أخوة عبدالله سوف تبدأ اليوم في دور الكاتب والمخرج والمترجي أهلا مسألة فيك وحيالله طبعا دكتورة ألسون نبدأ مع الدكتور ألسون ليش اخترتوا هذه المسرحية مسرحية باي باي لندن وأيضا مؤتمر تيسول حسنا 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 لماذا نخلق باي باي لندن وماذا تيسول حسنا حسنا أريد أن أعلم سأبدأ تيسول 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 أشهر تيسول 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 تيسل إتالي، تيسل إرابيا و تيسل كويت و في تيسل كويت لدينا عملاً من أشخاص نحن نتكلم جدًا كل عام لديهم مجتمع منذ 2013 نحن نتكلم على مجتمع منذ هذا العام وهي سيكون دو سنوات من الآن و نحن نتكلم عنه تيسل هو عبارة عن منظمة تهتم باللغة وايد بوجه خاص اللغة الإنجليزية عندهم أكثر من مكان يعني في بسبانيا مثل ما ذكرت و في بالكويت عندنا و عندهم اجتماع سنوي مثل يقدمون عروض لها علاقة باللغة الدكتور ألسل طبعاً عايشة في الكويت 15 سنة تتحدثين اللغة العربية؟ تقريباً شوي بس أهلاً وسهلاً دكتور إن شاء الله شنو تفاعل خاص بهذه المسرحية إن شاء الله المقدمة خلال الأسبوع القادمة أو بعد أسبوعين شنو تفاعلكم والتوقعات الخاصة بهذا التفاعل؟ وهذا الفكرة يعني الخاصة بمسرحية باي باي لندن للراحل الله يرحمه عبد الحسين عبد الرضا والمسرحية معروفة باي باي لندن قدمنا دعوات للكثير من الشخصيات ومتوقعين إن شاء الله أنهم راح يشرفوننا بإذن الله يعني بشكل عام لأنه هو العمل نفسه مهم وايد وترك طابع فأكيد الناس راح تتفاعلوا إياه وين راح يقدم هذا العمل ومتى إن شاء الله؟ راح يقدم هذا العمل في جامعة قسط جامعة الخليج تاريخ 16 نوفمبر سؤال للدكتورة إيلسون دكتورة إيلسون شون الفقرات اللي إن شاء الله محضرينها في هذا العمل؟ قلت سنحن Yani قلت قليلاً عن المحضرين ستحدث عن الإيلسون أقفة إيلسون من نموذي أنا أهد Haشتراك في مقامل عرب وتسالكوية ق tiresون يملك إيلسون سنتظر ليثي حترة إنها الإجابة العديد ويساوك ويساوك حدث إيلسون تسجelه موسيقى في الرجال الفεرة المتحدة بالتسجل وحفي التسجل غير موسيقى وصفت بسرطة بrisق النهاتي نجتم تسجل بإمكانك الذين تسجل ومشوف كثيرا لن تسجل نجمع بسرطة داخل صاتنا سنبدأ في القطعة ثم نتحدث لدينا حلقة اعتماد مع بعض مجرورة صديقية في عربما وانغيش ثم نتحدث لدينا حلقة 28 عامات فاثمى المثبه المذكورة لنظهروا على كهتبه و ما نطلبه ستجد عجم اشتركوا في سنقاطية وفي أيام نهاية وفي آي اي بي لندن الفقرات ستكون أول شيء سنبدأ بغنية من قصة Beauty and the Beast الحسناء والوحش بعدها الفقرة الشعرية ستكون باللغة الإنجليزية واللغة العربية وأيضا بالعامية بالكويتي باللهجة المعروفة بعدها عندنا فقرة جروب تمثيلي Stage Rage جروب شبابي متميز ستقدمون عرضهم بعدها آخر فقرة اللي هو Bye Bye London رح نقدمها بإذن الله هل الفريق المشارك من طلبة نفسهم أو خارج أسوار الجامعة؟ من الطلبة من طلبة E.U.K عبدالله أنا بس أليك سؤال تكلم عن دورك أنت كاتب ومخلص دورك في هذا المجال بالبداية هو الشو أو العرض اللي اخترناه Bye Bye London هي ثلاث مشاهد مختارة من Bye Bye London عبارة عن ثلاث مشاهد الأكثر صدة أو الأكثر قوة فاللي صار أن اختاروني كمخرج بفضل استاذي كمال اللي قدمني لمس ألسن دوري أن كنت أنا وأنبهم عن الأشياء الغلطة اللي قاعدة تصير شلو الشي الصح، شلو المفرض اللي ينقال، شلو المفرض ما ينقال بالإضافة إلى أن نحن ضفنا ثلاث مشاهد تربط مشاهد Bye Bye London اللي اختارناها ببعض عشان يكون خنقول مثل ما تقول بداية ووسط ونهاية هل هناك توقعات أو طموحات خانصة بالدكتورة أيلسون لهذا العمل؟ هل تعتقد أن هناك الكثير من الأشياء الغلطة اللي قد يكون لك؟ بعض الأشياء الغلطة اللي قد أشعر بالنسبة لك ما نفعله ليس للمشاهدة إنه للمشاهدة إنه للمشاهدة أولاً أم augmentية أولاً خارجيين يتحدث يومني بعض الناس من التركيز وأوالي قد تخسيني أولاً وفهمني أما تقوم بإدارة إن نيتطور الجزء إنك تحفظف الكثير من الأ fasten ي hallsرحين أربحي تجعلون وكيف يقدمون وكيف يمكن أن تريد وكيف يمكن lymphاني هذا هو المذكثر فأي حدى إنه يشعر أحياني ومعي من كل الفقرات مثل المبدعة فاطمة محمد آية ما بي أنساهم كلهم ونعم فيهم فمس أليسن قدمت لهم الدعم أكثر وأكثر وعطتهم الفرصة أنهم يطلعون هذا أول عرض ميس رح يقدمونه في الجامعة لا لا نهائيا قدمنا تغريب هذا بس أول تعاون بيني أنا وياها لكن أنا قدمت تغريبا الجامعة نفسها الجامعة الأمريكية لا لا قدمها هذه الأعمال ماذا تمثلكم كشباب أنت المشاركة في مثل هذه الأعمال خاصة جامعات أكاديمية ومرموقة أنا شايف أن هذه الأعمال مثل ما تقول هي الفرصة وأنك أنت تتعلم أكثر وأكثر وتسوي شيء اللي تحبه وتظهرك أكثر وأكثر لأن أنت بالنهاية محتاج إلى دعم وظهور عشان تبين مهوبتك أكثر وأكثر فالعمال هذه كنت تقول يعني مثل ما تقول كتدريب وأن نحن نستفيد منها ونتعلم أكثر وأكثر نعم دكتور ألسون هل هناك أعمال أو أنشطة أخرى خاصة فيكم غير هذه المسرحية إن شاء الله في القادم من الأيام أنشطة جديدة جديدة أجل صغير وحاوله مسارة ثمي مسارة أجل سننة بعد آجل من معلوم بحاولة جديد وأجل معjoAM التسالة يمع بشكل مدير وإلعانة العديد من الخارقة وقفحنا اللقاء المتابعة لعنم وقتا للعب المتابعة المتابعة سنة 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 في يوم وعم لضع أجل أجل سنة سنة وإمكانهم أن تظهروا كيف يمكن أن تستخدم العملية الإنجليزية على طريق محاولة أفضل المصرى نعم هنا في شهر فبراير في المتحدث مع تسل ومن خلالها سوف يضعون العروض ويقومون فيها ما مرتبطة باللغة العادة الوطنية ويجب الأمور يجب أن تضعها في شهر فبراير تكون فكرة جدا جميلة وربط جميلة إليه الإنجليزية فبراير كلا كلما خيرا أنا شكر لكم للمان عنا الفرصة مثل ما تقول أن نحنا كن وائد محتاجين الفرصة عشان بيين تيسل ومبيين العرض ويحنا رح نقدمها بذن الله ويجعطيك ألف عرفي وقواك الله دكتورة هل لديك أخذ أخذ؟ نعم أخذ 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 أن أعتقد أن أبدالله وي أولئة كمتباً 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 والمطراءة مختلفتين. يعني مثلاً أنا قد أخرج باللغة العربية وهي تعلق باللغة الإنجليزية. Just one last word, our show November 16th at gust 4.30 to 6.30 pm is free, fun and open to all. إن شاء الله. أعطيك العافية طبعاً الكاتب والمخرج عبدالله فيصل البستكي رئيس جروب فانتازي التبثير في الجامعة الأمريكية. عساكم مع قوة وشكراً لكم إن شاء الله. مشاهد الكرام لازم تواصل معكم من خلال برنامجكم برنامج مساء الخير يا كويت. وصلنا معكم إلى تقرير خاص ببنك الدم. نشوفه ونرجع لكم إن شاء الله.